اشتركوا في القناة ومشاهد قناة كرمة في كل مكان في العالم أهلا وسهلا بكم وسلام رب لكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإسبوعي برنامج الكرمة المباشر كلمة الإيمان قد يدعيها كل إنسان لكنه ربما لا يكون مؤمنا بالحقيقة قد يكون له اسم المؤمن لكن ليس له قلب وحياة الإيمان ليس الإيمان هو أن يولد الإنسان من أسرة متدينة تؤمن بوجود الله فيصير مؤمنا تلقائيا بوجود الله إنما الإيمان له معنى وله معاني أعمق بكثير من هذا نعم له معنى قد يشمل الحياة الروحية بأكملها له معنى يصنع به المعاكزات في أحد المرات لم يستطع تلاميذ الرب أن يخرجوا شيطانا من إنسان مسروع فسألوا الرب عن سر ذلك فقال لهم لعدم إيمانكم وبخجمع أيضا قائلا أيها الجيل غير المؤمن الملتوي ليكن ذلك الجيل غير مؤمن لكن رسل المسيح نفسهم يطلق عليهم عبارة عدم إيمانكم هذا كثير هنا يستكمل المسيح قائلا لتلاميذه الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل حقا لكن ما هو هذا الإيمان الذي حبة خردل منه تستطيع أن تنقل الجبل ذلك حسنا قال الرسول بوليس اختبروا أنفسكم هل أنتم في الإيمان انتحنوا أنفسكم فلس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات يتبع الرب له كل المجد كلمه قائلا كثيرون سيقولون ليه في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بإسمك تنبانا بإسمك سنعنا قوات كثيرة حينئذن أصرح له إني لم أعرفكم قد اذهبوا عني يا فعلي الإسم فيتروا ما هو إذن الإيمان الحقيقي المقبول أمام الله في هذه الحلقة سوف نعطيك عزيز المشاهد فكرة عميقة وأيضا مبسطة عن حياة الإيمان كيف تكون وكيف نختبر عمليا وتختبر عمليا هل أنت في الإيمان وهل إيمانك صحيح وحقيقي هذا ما سنعرفه في موضوع بعنوان في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان بنرحب جدا باتصالاتكم فعلا بعد نصف ساعة من بداية الحلقة وأيضا كتابة تعليقاتكم وأسئلتكم على البث المباشرة الآن على الصفحة الرسمية لقناة الكرمة على الفيسبوك ويسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله وخادم الإنجيل الأسقف عادل هارود رئيس مجمعك نائس نهضة القداسة بمصر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك أكتورة لدي ربنا يباركك وربنا يبارك البرنامج والقناة وربنا دينا وقت طيب ونستمتع بحضور ربنا فستينا كلنا مع المشاهدين أمين أمين طيب كتاب بيقول لنا كده هو متى جاء ابن الإنسان وده في لوقة 18 والعدد 8 متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض عبارة قوية وآية قوية جدا وموضوع حلقتنا النهاردة في الأزمانة الأخيرة يرتد قومنا عن الإيمان فحبين يعرف يا ترى ما معنى الإيمان أنا برحب بكل حد من أحبائنا المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة وأصلي إن ربي دينا وقت طيب وقت ممتع وكل حد فينا أحبائي يستمتع بحضور إلهنا ونستلز بالإيمان الحقيقي الحقيقة الإيمان مش مجرد كلمة ومش مجرد فكرة لكن الإيمان الكتاب عرفه في رسالة العبرانيين اللي هو إصحاح الإيمان المعروف لنا كلنا أن الإيمان هو الثقة بما يرقى والإيقان بأمور لا ترى فالإيمان الحقيقي هو الثقة الحقيقية واليقين الحقيقي والحقيقة أكثر لدينا مرات كثير أننا نفكر أن الإيمان سهل فالحقيقة لا الإيمان مش سهل لكن الإيمان يبقى سهل بالعلاقة الحقيقية مع الله فالإيمان عايز ثقة حقيقية لأن الإيمان واحد قال كده أن الإيمان هو أنه بأثق في حد أو بأثق في شيء أو أشياء بدون وجود أمور منطقية تؤكد هذا الشيء وهذا الإيمان وإلا ما يكون شيء إيمان فالإيمان الحقيقي أنه أثق في شخص أثق في الله أثق في يسوع المسيح بدون أن يكون هناك شيء واضح بالنسبة لي في الرؤية السطحية لأن كده الكتاب عرفه بالتعريف المشهور الإيمان هو الثقة بما يرجى حاجة بترجاه والإيقان بأمور أنا مش شايفة لا ترى إذن هو أن أنا بثق في أمر فعلا أنا ممكن ما أكونش شايفه لكن أنا متأكد من وجوده هنتكلم أكتر ونفهم أكتر ونتعمق أكتر في هذه الفكرة وهذه الكلمات لأنه أحيانا بتكون كلمات صعبة فيه ناس يقول لك كلنا إحنا مؤمنين بالمسيح وخصوصا نقدر لأتكلم المسيحيين وغير المسيحيين يقول لك إحنا كلنا مؤمنين بالمسيح يمكن أنتم مش مؤمنين بالنبي بتاعنا لكن إحنا مؤمنين بالمسيح هل الإيمان أنوعة؟ هو ذا الحقيقة يعني حاجة مهمة جدا كمان وأشكرك أننا لازم نترحى ونشارك بها أحبائنا المشاهدين طبعا لما نيجي نقول عن الإيمان وأنه مش مجرد كلمة فالإيمان مثلا لما أقول الإيمان العام الإيمان العام الإيمان الجميع يؤمن أن الله موجود صحيح الجميع يؤمن أن الله هو الخالق الجميع يؤمن أن الله في كل مكان فإذا نقول الأغلبية يعني أو الأغلبية طبعا يعني فده الإيمان العام الإيمان العام أنت تؤمن أن الله موجود ده الإيمان العام لكن في حاجة تانية أو نوع تانية من الإيمان بنسميه كده إيمان الخلاص أو الإيمان الخلاصي الإيمان الخلاص ده إحنا عندنا في المسيحية وفي كتابنا المقدس الإيمان الخلاصي اللي فيه أنا أؤمن وأصدق أن شخص المسيح له كل المجد هو المخلص الشخصي لحياتي حسنا كده بنسميه إيمان الخلاص اللي هو أنا أؤمن بالمسيح يسوع أنه جاء أنه عاش أنه مات ودفن أنه قام من بين الأموات وحينما أؤمن هذا الإيمان وأقبل المسيح في قلبي أخلص آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك فبنسميه إيمان الخلاص في نوع تاني من الإيمان أو نوع تالت من الإيمان هو إيمان الثقة إيمان الثقة مختلف شوية عن إيمان الخلاص فإيمان الخلاص الجميع الذين يقبلون المسيح يتساو في هذا الإيمان وقال عنه الرسول بطرس أن هذا إيمانا مساويا لنا يعني نالوا إيمان مساويا لنا زينا بالزبط إيمان الخلاص الكل يشترك في إيمان الخلاص ليه لأنه كل من يقبل المسيح يدخل المسيح في قلبه فيصير ابن لله هنا أنا عايزة يعني أطرح سؤال هل كل من آمن أن المسيح مات على الصليب هو ده إيمان الخلاص ولا يعني حضرتك عايز تخصص دوت لكل شخص لأنه كل الناس عارفة أن المسيح مات على الصليب ومؤمنين أن المسيح مات على الصليب إيه الفرق بينه بين إيمان الخلاص أنا أقول أن كل من يؤمن أن المسيح مات ودفن وقام من بين الأموات ويقبل هذا العمل الكفاري في قلبه أي يقبل المسيح في قلبه قبول شخصي بمعنى إيه قبول شخصي؟ يعني إيه أقبل المسيح؟ يعني كلام جميل قوي بس نحب نفهمه أكثر الكتاب قال لنا آية جميلة شكراً يعني طبعاً التوضيح جميل لأحبائنا المشاهدين الكتاب قال لنا آية جميلة في إنجيل يحنى أصح 1 عد 12 إنجيل يحنى أصح 1 عد 12 قال أما كل الذين قبلوه أي قبلوا المسيح أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وهنا نوقف عند الفكرة كيف أقبل المسيح في قلبي لما أجي قدامه ولما أعترف بخطائعي أنني خاطئ وأحتاج إليه أحتاج إلى غفرانه أحتاج إلى خلاصه أحتاج إلى دخوله في قلبي وقتها المسيح يسكن في قلبي بالروح القدس ويخفر خطيائي ويجعلني ابن لله وأخذ السلطان إن بقيت ابن لله هنا أقول إيه؟ من آمن خلص آمن أي قبل المسيح بإيمان قلبي وثقة حقيقية وصدق هذا الإيمان وصدق أن المسيح الذي قبله يسكن في قلبه ويخفر خطيائه ويظهره من أثامه وده الإيمان اللي بنسميه الشخصي أو القلبي أو إيمان الخلاص أنا قبلت المسيح أنا خلصت إن أمنت بقلبك أو إن اعترفت بفمك وأمنت بقلبك خلصت فأنا بعترف إن أنا خاطي وأنا محتاج للمسيح وعمل الكفاري على الصليب بسدق في قلبي بقبله في حياتي أنا خلصت وبقيت ابن لله وبقيت ابن لله وطبعا ضمانت الحياة الأبدية وضمانت طبعا حتى ده إيمان الخلاص بحك كلمنا عن إيمان العام بوجود الله وكلمنا عن إيمان الخلاص الإيمان الثالث حالك بتكلم عنه إيمان الثالث وأنا هاخد بس النوع الثالث ده الحقيقة في أنواع الإيمان لأنهم يعني بيوضحوا لنا بس الصورة يعني بيعملون عملية توضيح للصورة العامة للموضوع فالنوع الثالث هو إيمان الثقة إيمان الثقة الحقيقة هو مختلف تماما عن الإيمان العام الكل يؤمن أن الله موجود وعن إيمان الخلاص أن كل شخص قبل المسيح صار مؤمنا وصار له حياة أبدية وبيختلف في إيمان الثقة بيختلف في أنه مختلف من شخص إلى آخر يعني إيمان الخلاص متساوي للجميع إيمان الثقة عشان كي نسموه إيمان الثقة مختلف من شخص إلى آخر ليه؟ تفضل لأنه أنا عندي ثقة بهذا المقدار حديك عندك ثقة أكبر بهذا المقدار واحد من أحبائنا المشاهدين قبل المسيح عنده ثقة بمقدار أكبر أكثر من كده بكتير عشان كي نسموه إيمان الثقة اللي فيه شرح الكتاب بعض دراجات من هذه الثقة يعني أعلن لنا في أماكن كتير ويمكن نجيلها بعد شوية أن هذا الإيمان إيمان الثقة متغير من شخص لآخر ففيه ضعيف في الإيمان وفيه قليل في الإيمان وفيه قوي في الإيمان وفيه عظيم في الإيمان وهكذا لكن الكتاب يقول لنا أنه الروح القدس نفسه أعطى لكل واحد مقدار من الإيمان حابين نفهم أكثر يعني إذن المقدار ده لكل واحد مختلف ولا هو مقدار واحد لكل شخص يؤمن بالمسيح الروح القدس يعطي للإنسان كل شيء بغنى ووفرة بس الآية دي هو بيقول أن الروح القدس أعطى لكل واحد مقدارا بحسب استقبالي أنا لهذا المقدار يعني الموضوع متوقف على أنا عندي أدقي أدقي اتساع للروح القدس علشان الروح القدس يديني أكثر يديني أكثر فكلما أعطيت مكانا للروح القدس وكلما أعطيت مساحة للروح القدس أعطاني الروح القدس أكثر جدا كما قال الكتاب مما نطلب أو نفتكر إذن مقدار الإيمان دوت يعني زي محد مرة شبهها أنه كل واحد عنده عضلات لكن الفكرة أنه أنا بمرن عضلاتي أدقيه هو ده اللي بيخليني بمارس إيماني أدقيه ده اللي بيخليني فعلا أقوى وأقوى إيمانيه الضبط المقصود بإيمان الثقة كلما خطوات للأمان وللعمق في العلاقة مع الله كلما ازداد الإيمان كلما زاد إيمان الثقة في قلبي وفي أعماقي عشان كده طبعا أدعو كل أحبائنا المشاهدين إلى عمق إيمان الثقة والعلاقة والشركة مع الله فكلما تعمقنا في الشركة والعلاقة مع الله ازداد إيماننا وكلما ازداد إيماننا روح القدس إداني أكثر كتاب يقول لنا في عبرانين 11 والعدد الأول يعرف الإيمان الإيمان هو الثقة بما يرجع والإقام بأمور لا ترى وهنا في ناس كثيرة بتقف قدام النقطة إيه أنا أثق في أمور لا ترى والثقة بما يرجع الله أديننا الحواس الخمسة عشان نستخدمها وندرك الأمور اللي حوالينا كلها وأحيانا الناس بتقول هو الإيمان ينفي الحواس الخمسة ويتعارض معها فيترى نرد نقول إيه إيه صحة الكلام دوت بالتأكيد طبعا أنه لا يمكن أن يتنافى الإيمان مع الحواس اللي الله الدهالي وأنا عايش بيها بس كتاب يقول والإقام بأمور لا ترى يعني كده هو لغى النظر وده مهم النظر طبعا لا ما نقدرش نقول لغى النظر لكنه أعطى أو يريد أن يعطينا أو أن نعيش بالإيمان ما هو أعلى بكثير من النظر بعيوننا البشرية اللي فيها المحدودة يعني خليني أشرح لحدك أنه أنا النهاردة وأنا ببص دلوقتي في المكان اللي أنا فيه أنا حدودي المكان اللي أنا فيه ولو أنا وقف بره في مكان ما وأبص بحسب نظري وقوة النظر عندي نظري قد إيه ستة على ستة ولا أقل ولا فبشوف بمقدار هذا النظر فنظري محدود لكن الإيمان يعطي نظرة مختلفة وأعمق بكثير لا يلغي العين المجردة لكنه يعلو فوق هذا بمعنى إيه يعني أنا النهاردة لما أقول الإيقان بأمور اللي ترى فمثلا أنا ما شفتش السماء حدك ما شفتيش السماء بوليس شاف السماء أو شاف لمحة من السماء مش شاف كل الوقت شاف لمحة من السماء وحكى لنا شوية عنه لكن ما شافش كل الوضع في السماء لكني أؤمن أن السماء موجودة وأؤمن بالإيمان بالإيمان أن هناك أمور أعظم بكثير مما أستطيع أن أشرحها زي ما قال بوليس كده ما لم ترى عين وما لم يخطر على بالإنسان وما لم تسمع به أذن حاجات ما شفهاش لا يتعارض الأمر مع الحواس وخليني أشرح فكرة الحواس دي فكرة المسيح لو كل المجد اللي إدانا الإيمان بموته على الصليب وقيامته ووهب لنا كل شيء لأن الله قدم لنا الإبن المحبوب يسوع المسيح ويقول كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء فالمسيح نفسه الذي يهبنا كل شيء استخدم الحواس الخمسة وأخذ أمثلة مع حضرتك في أنه استخدم الحواس الخمسة فمثلا استخدم المسيح اللمس تحنن يسوع في مرأس واحد واحد وأربعين يقول فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فاتهر واحد جاي بيقول له أنا عايز أطهر فقال له إن كنت تريد قال له أنا أريد فاتهر بس مد يده يسوع ولمسه صحيح ده إيه بقى ده الحواس حاسة اللمس فاستخدم يسوع حاسة اللمس كمان ابن أرمال اتنين خارجين والولد ماتوا ريحين علشان يدفنوا هم خارجين وعند بوابات المدينة تقريبا وجاء يسوع ورشاف المش لمس النعش فوقف الحاملون فاستخدم يسوع يده وحاسة اللمس استخدم يسوع حاسة النظر رأى رأى المنحنية يقول رأها وقال لها نداها وقال له ما هو يسوع هو شايف ده شاف واستخدم يسوع حاسة الرؤية النظر إذن لا يتعارض مع الإيمان الحواس الخمسة لا تتعارض مطلقا مع الإيمان بل هي تنمو وتزيد بالإيمان يعني أنا ممكن أصلي مع حد والكتاب قال ينفع أن نجيب حد ونصلي معه وحط إيدنا عليه دعونا أيديهم على المرض فإذن أنا أستخدم اليد اللمس حاسة من الحواس الخمس في حين أني أصلي بالإيمان مش إيدي اللي لمست بيها هتشفي لكن حينما لمست هذا الشخص يد الله القديرة هي التي هي بتشفي الإنسان فإذن اللمس أو حاسة حاجة تانية من السمع مثلا يسوع له كل المكت كتير جدا ما استمع إليه يقول وبعدين طب و لما سمع لما سمع يسوع واحد صرخ كده يا يسوع يا ابن داود فسمع يسوع وقف وقف الموكب كله علشان واحد يحس اسمها حاسة السم التزوق حتى التزوق رب يسوع راح العلية في وقت من الأوقات كانوا تلميس خايفين وطربين وكده وكانوا منزعجين ففي لوأ أصحح 24 عدد 39 لما دخل يسوع ووقف وهم كانوا مش مصدقين الكثير اللي دي إنه دا يسوع فقال لهم انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا جسوني يعني إيه أدي اللمس المسوني وبعدين بعدما جسوا ولمسوا عرفوا إنه هو يقول وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه أدي النظر فاستخدم وبعدين في الآخر خالص ناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم التزوق أكل إذن من الممكن نحن نستخدم الحواس لممارسة إيماننا طبعا لكن الإيمان أعمق وأقوى بكثير جدا من الحواس لكن عايزة أقول كمان أيضا رب يسوع أما آل تومة أما تومة شك فالرب مشي معاه وقال له أوكي إنت شاكك فينا أنا هو فابتدى يقول له إلمسه كده هو توجسه كده والربي وإلهي وبعدين الرب يسوأ الكلمة توبة أين miners ولا يرم طيب احيانا بنقول أن حقائق الإيمانية بتنافي الواقع يعني الواقع مرض احيانا مرض عضال مرض شديد جدا مرض الأطباء فشلوا فيه فبنقول أنه الإيمان إنه في الحقائق الإيمانية بتلغي الواقع الواقع بيقول أنه ما ينفعش كان خالص ففيه ما ينفعش خالص حد يقوم الموت يعني هل الإيمان مجرد قفزة في الظلام أنا بقول برمي نفسي في حاجة مجهولة وقدر أثق في المجهول دوت يعني وأحيانا فيه ناس بتقول أنتو يا مؤمنين أنتو أحيانا يعني بتلغوا تماما عقلكم ما ينفعش نلغي عقلينا الحقل ده حاجة مهمة ربنا ادهننا يا ترى هو الحقيقة في كل ده هو الحقيقة الإيمان قفزة نعم الإيمان قفزة لكن في الظلام لا طبعا لا طبعا مش ممكن ليه مش قفزة في الظلام لأنه إلهنا إله نور ويسوعنا يسوع نور هو نور العالم فبالتالي هو الإيمان قفزة صحيح وقفزات متتالية صحيح وأنا أدعو كل أحباء أنا اللي بيشوفونا من فضلك اقفز قفزات إيمان بس في المسيح ومع المسيح الذي هو نور العالم طيب الإيمان قفزة بس قفزة عاقلة صح تعالي نشوف آية مثلا في كلمة الله في رمية 12 واحد آية من الآيات المعروفة والجميلة قال فأطلب إليكم رمية 12 واحد فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم أكسادكم زبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم عبادتكم العقلية المفروض الروحية مفروض بقى عبادتكم دي ما يقولش العقلية دي قفزة وتقدموا أكسادكم طبعا إحنا مش نقدم أكسادنا علشان ندبح ونموت لا هو هنا بيقول أن نقدم زبيحة الحمد والتسبيح والشكر والعبادة الحقيقية المرضية للرب بأكسادنا لكن وإحنا بنعبد نحن نعبد عبادة متعقلة عبادتكم العقلية الممتلئة العقل مش بيتغيب في المسيحية المسيح المؤمن الذي يصلي لا يتغيب عقله لكنه وهو يصلي بالعقل وهو يصلي بالزهن هو بالروح أيضا والروح يعلو على الزهن وعلى العقل وأخذ شاهد تاني كورونسوس الأولى 14-15 بوليس الرسول قال الآية الجميلة دي فما هو إذن كورونسوس الأولى 14-15 فما هو إذن أصلي بالروح أيوة أدي بالروح وأصلي بالزهن أيضا يعني وأنا بصلي بالروح زهني موجود وزهني حاضر وعقلي موجود نعم هي عبادة متعقلة جدا ومتزنة جدا لكن بالروح أنا أغوز في أعماق العلاقة والشركة مع الله بالروح والروح الكدس يهيمن ويسيطر لكن ذهني مش متغيب ثم أرتل بالروح وأرتل بالزهن أيضا رائع إذن يعني فكرة العقل ما مش بنلغي العقل العقل ممكن يبتدي فعلا معنا طريق الإيمان لكن بنكمل بالإيمان والثقة والكتاب فعلا مش بيلغي العقل خالص بالعكس لكن أنه مثلا في عبرانيح 11 والعدد ثلاثة كتاب بيقول بالإيمان نفهم بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله عبرانيح 11 ثلاثة حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر إذن بالإيمان نفهم المسيحية مش بتغليل العقل ولا الإيمان بيلغي العقل لكن احنا بنقفز على كلمة الله زي ما بطرس قفز بالزبط وده اللي أنا كنت عايز أقوله الحقيقة عايز أخذ مثالين لأحباءنا المشاهدين يتابعونا علشان برضو مثال من العهد القديم ومثال من العهد الجديد وأنا حاجة للعهد الجديد لفطرس زي ما حدك قلت طالما قلت بطرس هنأخذ بطرس من العهد القديم هنأخذ إبراهيم إبراهيم دعية ولما دعية أطاع فالكتاب يقول إيه خرج وهو لا يعلم إلى أين يسبب دي قفزة دي قفزة أمر صعب جدا صعب جدا هو مش عارف رايح فين ولا الأرض اللي رايح لها ولا ولا حاجة خلص لكنه وثق تماما في من دعاه فالذي دعاه هو متكفل بكل الأمور وكل الأوضاع وضامن حياته وضامن مستقبله وضامن تحركاته فأدي إبراهيم طب وبعدين هو قال له أباركك وتكون بركة بركة ولا لا بركة كان بركة ولا لا كان بركة منه حسل بقى وبارك نسل وبارك 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 مجي من المسيح طبعا فقفزة صنعت أمور عظيمة جدا هي لم تكن في الظلام لكن بالنسبة لإبراهيم في وقتها بالنسبة للعيان يعني ما كانش إبراهيم شايف تعالي نشوف بطرس في السفير المثابي مع الرب يسفع قال له مرني أن آتي إليك دي قفزة قفزة كنت أنت هو مرني أن آتي إليك فقال له طب تعالي يا بطرس فبطرس نزل ومشي على المية إيه القفزة دي إيه القفزة العظيمة دي طبعا لأنه أمر عمره ما حصل قبل كده هتزوبش على المية فهي قفزة إيمان صدق بطرس أنه الرب يستطيع أنه يخليه يسير على مشي على المية أيوة مشي على المية فعليا وذما شك ابتدأ يسقط وذلك طبعا اللي هنجيله بعد شوية إحنا محتاجين نكمل بالإيمان ولا نشك ولا نرتاب طيب يعني أحيانا كتير قوي الإيمان بيتعرض مع المعرفة وأحيانا بيتعرض مع العلم اللي إحنا بنتعلمه يعني لحاك عرف تسمع عن جاجرين ده علم الفضاء المشهور جدا لكن أطلعت الأمر ما لقيت شرب بنا أطلعت السماء الفضاء ما لقيت شرب بنا فهل الإيمان يتعرض مع العلم ويعني هل الإيمان معناها أنه أنا ما شكش أبدا أبدا وما سألش أبدا أبدا لا ما فيش حاجة اسمها يعني طبعا أن يعيش الإنسان الإيمان بدون أن يشك ده جميل ده رائع وده اللي عايزينه الحقيقة وهذا الإيمان القوي الإيمان الواثق الإيمان الذي لا يوجد فيه نوع من أنواع الارتياب لكن كلنا بنمر بدعف وكلنا بنمر صحيح أما بالنسبة للعلم لا يتعارض الإيمان مع العلم لكن وإن تعارض في وقت من الأوقات أو في بعض الأمور لكن الإيمان يعلو فوق العلم صحيح والإيمان يسبق العلم يعني مثلا لما نيجي نقول إحنا عايشين في الكرة الأرضية وإحنا عايشين في الكرة الأرضية ذكر في الكتاب المقدس في سفر الأمثال عن أن هذه الأرض الكروية يقول لما رسم دائرة لما رسم دائرة الأرض كنت هناك أنا ده الحكمة اللي هو بيشير إلى المسيح فالمسيح كان موجود منذ الأزل حينما رسمت دائرة الأرض وما حدش اكتشف أنه الأرض كروية إلا بعد في وقت متأخر يوالآية فيها كمان بتقول أنه الجالس على كرة الأرض والجالس على كرة الأرض وسكانها كالجند يبقى إذن هنا بيتكلم عن كرة الأرض اللي رسمت وما كانش لسا حد اكتشف أنه الأرض كروية كانوا بيقول الأرض مسطحة بالزبط فإذن الإيمان يسبق العلم والإيمان يعلو فوق العلم في بعض المرات قد يتعارض الإيمان مع العلم لكن الإيمان أصدق من العلم لأن الإيمان مصدره ومنبعه إله عظيم إله صاحب كل هذه الخليقة تمام إذن مهم قوي أن أكون أفكر بإيمان وأتكلم بإيمان والإيمان لا يتعرض زي ما حاجة بتقول مع العلم ولا المعرفة بالعكس خالص كل ما بعرف عن ربنا أكتر كل ما بثق فيه أكتر وبتعلم أكتر عنه فبقدر أديله حياتي بسهولة وأعمل أمور أنا مش شايفها أنها ممكن تكون يعني أمور إلى حد ما نستوافق عليها وتقول أن دي حاجة حلوة لكن مع كده أنا بعملها عشان أنا واثق في إلهي أنا بطيع إلهي وبمشي وراء إلهي وكتاب يقول حد عفوا سفر الأمثال وسفر الجامعة سفرين دول ممتلئين وأرجو أحباءنا المشاهدين يرجعوا لسفر الأمثال وسفر الجامعة ممتلئين بالفكرة أنه العلم والحكمة والفهم ولما تقرأ عن العلم والحكمة والفهم في سفر الأمثال وسفر الجامعة تلاقي سليمان الحكيم بينادي احنا محتاجين نعرف احنا محتاجين نفهم فالعلم مهم ان نتعلم وان نبحر في بحور العلم والمعرفة ده مطلوب لكن يفوقهم الايمان طيب حتى كتاب مؤدس يقول لنا في مرقص 11-23 مرقص 11-23 ربي الصعب يقول أن الحق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له طيب ايضا كتاب مؤدس يقول لنا في كورونسوس 2-4-18 كورونسوس 2-4-18 غير نظرين الامور التي ترى التي ترى وقتيا اما التي لا ترى فأبدي غير نظرين الامور التي ترى الامور التي لا ترى ومهم أو أن أؤمن وآثق بها في المسيحي لا هي كتير كتير بس خلينا نقول أهم الأمور نأخذ منها بعض الأمثلة طبعا لكن هناك الكثير جدا من الامور التي لا ترى والتي هي أساسيات في إيماننا المسيحي فمثلا لو أنا قلت الثالوس أنا ما شفتش الثالوس ما حدش شاف الثالوس الثالوس أساس من أساسيات الإيمان المسيحي العميق تأكيد والأساسي جدا الله إله واحد لكنه مثلس الأقانيم الآب الابن الروح القدس ونقول الإله الواحد طيب أنا ما شفتش الثالوس لكن أنا أؤمن ويقينيا في قلبي وأعماقي من خلال معرفتي وكلمة الله وإيماني وإدراكي بالمسيح أن هناك الثالوس الثالوس الآب والابن الروح القدس صحيح وده شفنا طبعا من خلال الكلمة المقدسة فيوحن الأولى مثلا خمسة سبعة يقول فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة اللي هو الإبن والروح القدس وعدين يقول إيه عشان بس أحبأنا المشاهدين وهؤلاء الثلاثة هم واحد فنحن لنا إله واحد نعبد إله واحد نتبع إله واحد مثلس الأقانيم أنا ما شفتش الثالوس لكني أؤمن وأثق في السلوس وحينما اعتمد المسيح وصعد من الماء انفتحت السماوات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت الإبن في الماء أو خرج من الماء الروح القدس هيئة جسمية كحمامة نازلا عليه والآب يتكلم من السماء أنا ما شفتش الآب وحتى المشهد ده أنا أريته ما شفتهوش لكني أؤمن يقينا أن الثالوس موجود وهو أساس من أسية الإيمان صحيح حاجة تانية مثلا لما أقول السماء سماء نفسها مين شاف السماء حضرتك ما شفتيش السماء أنا ما شفتش السماء مش حد من أحبائنا المشاهدين شاف السماء لكن نحن نؤمن أن هناك السماء بكل ما فيها من أمجاد وهناك كما أعلن لنا الكتاب المقدس وأكد لنا الكتاب المقدس هناك ثلاث سموات هناك السماء الثالثة زي ما قال بوليس لا ما عندناش سبع سماء ما عندناش سبع سموات هما ثلاث سموات وبيت الآب فوقهما وهناك هنسكن في بيت الآب في الآخر بعد مجيء المسيح وده طبعا بوليس ما زهب للسماء الثالثة بالزبط فبوليس يقول أنه زهب أعرف إنسانا قالوا ده في الجسد لست أعلم وخارج الجسد لست أعلم ما للإنسان ده زهب إلى السماء الثالثة طب قل لنا عن السماء الثالثة أعرف قال لنا كده لمحة لكن هذه اللمحة الصغيرة جدا ده هناك ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على عقل أو قلب إنسان هذا ما عده الله للذين يحبونه إذن هناك السماء والسماء تنتظرنا فنحن نصدق ونؤمن أن السماء موجودة ونحن سوف نذهب إلى السماء كمؤمنين حقيقيين يعني مش أي حد مش هنروح الجنة تاني جنة عدن تاني لا أحنا ما فيش جنة دلوقتي ما فيش جنة دلوقتي إحنا الجنة من بعد آدم طبعا أشكرك الجنة ليس لها مكان في الوقت الحاضر يعني إذن مش هنرجع تاني زي حالة آدم وحواء ما كانوا في جنة عدن لكن هنرجع للموضوع أب لما هو أعظم وأجمل وأمجد وأروع اللي هو المجد الحقيقي حيث سنرى يسوع وجهاً لوجه صحيح فالسماء طيب إذن كلمنا عن الله مثلث الأقاني وكلمنا عن السماء ماذا أيضا يختلف الإيمان المسيحة عن أي إيمان أخر أنا عشانك أقول حاجة ثالثة وأشكرك علشان الفكرة دي يعني من أساسيات الإيمان المسيحي وما شفتهوش أؤمن وأصدق فيه عمل الصليب والخلاص الكفارة المسيح جاء خصيصا لأجلنا وعاش على أرضنا ومات وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث والمسيح الذي جاء وعاش ومات ودفن وعمل العمل العظيم ده على الصليب لما عمل ده على الصليب عمل ده لغفران خطيانة عشان كده الكتاب يقول أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين المؤمنين لقبلنا المسيح فقوة الله للخلاص فعمل الصليب ما يبنش محدش يشوفه مين يشوفه ده بالعكس اللي يشوف الصليب يقول إيه ده لعنة لأنه كان كل من علق على الصليب هو رمز للعنة فمن يرى عمل الصليب يقول لعنة نحن كمؤمنين أو في مسيحياتنا حينما نرى عمل الصليب نقول ده الكفارة ده اللي بيعمل كفر يغطي الإنسان يغطي خطيان ده عمل الدم صليب يسوع المسيح وسفك دماء تغفر الخطايا لأنه كل من يؤمن بالابن تكون له الحياة الأبدية من خلال سفك الدم الكريم لأنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر يطهرنا من كل خطيانة وكتاب يقول لنا كده على الرب يسوع وهو كفار الخطيانة ليس خطيانة فقط بل خطايا كل العالم أيضا وده من يحن الأولى 2 طبعا طيب خلينا نتكلم أكتر عن الكتاب بيقول لنا كما قسم في روميا 12 ثلاثة بيقول كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان هل بيختلف الناس كل واحد في نوعية إيمانه وفي درجته لأنه الآية بتقول كده أنه قسم لكل واحد مقدرا من إيمان إيه درجات الإيمان اللي بيذكرها لنا الكتاب المؤدس إحنا لما قلنا لو حديك تذكري وأحبائي المشاهدين إحنا كنا قلنا إنه في نوعيات الإيمان الإيمان اللي اسمه إيمان الثقة صحيح وأبلي قلنا إيمان الخلاص إيمان الخلاص ده إيمان مساويا للجميع وده اللي قاله بطرس الرسول في رسالته الأولى إنه هذا الإيمان إحنا نقولنا إيمانا مساويا أو الأمم نالوا إيمانا مساويا لنا فزيهم زي بعض لكن إيمان الثقة فعلا ده فيه درجات ويختلف من شخص إلى آخر ويمكن لما احنا كده من شوية للفكرة أنه هذا الإيمان إيمان الثقة يحتاج إلى أن أثق في الله أكتر وبالتالي هشوف ما هو أعمق وكل ما أصدقت أكتر كل ما شفت درجة أفضل ودرجة أعمق فمسلا في حاجة اسمها عدم الإيمان وأنا حاول أختصر أخذ كل حاجة عليها شاهد واحد فمثلا عدم الإيمان رومي 24 في رومي 24 يقول عن إبراهيم ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله هنا في حاجة اسمها عدم إيمان بس هنا بينفي ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله إبراهيم سدق فما كانش عنده عدم إيمان لكن في ناس تانية عندها عدم إيمان يبقى في حاجة اسمها عدم إيمان صحيح حاجة تانية مثلا ضعيف الإيمان أو ضعف الإيمان فيقول في رمية 14 واحد واثنين ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه يبقى في حاجة اسمها ضعف الإيمان واحد إيمانه ما على أده واحد إيمانه ضعيف فمن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه وبرضه عن إبراهيم في رومي أربعة وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا عن جسد فأقول وهو لم يكن ضعيفا في الإيمان فكان إيمانه إيمان قوي يبقى فيه إيمان نقول عدم الإيمان أو عديم الإيمان ضعيف الإيمان فيه كمان قليل الإيمان وطبعا كلنا أعتقد نذكر أن المسيح قال التعبير للتلاميذ وقالوا كمان للشعب يعني في متى 14 و 31 ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت عن بطرس ده البطرس طبعا حدك فاكرة أكون متكلمة عن بطرس طبعا متى 14 و 31 قال له يا قليل الإيمان لماذا إيمانك ماله يا بطرس كده قال لي ليه متى كنت مصدق وكنت بتقول أحباقي أصلي إن ربي يدينا نعمة إن إيماننا يزيد في هذه الأيام الصعبة وإحنا في أيام الحقيقة صعبة نحتاج أن إيماننا يعلو ويزيد كل شيء صحيح ويمكن في متى 6 برضو كتاب يقول لنا كده إن كان عشب الحق للذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله كذا فليس بالحري يلبسكم أنتم أيضا يا قليل الإيمان أحيانا بنشك في الأمور دي طيب حلو أوي أيضا قال للتلبيس طبعا يا قليل الإيمان تفضل قال للتلبيس طبعا يا قليل الإيمان ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان وقال مرة تاني البعض لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان ليه بتفكروا كده جواكم على فكرة لم قال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم ما كانش حد قال حاجة عنه لكن المسيح بسلطانه العظيم شاف وعرف فقال لهم لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل كمان أبو الولد اللي هو الطفل المسروع ده اللي كان عند عليه شيطان أما الرب سأله أتؤمن لكي يشفيه قال له كده أؤمن يا رب فأعن عدم فأعن عدم إيمان طبعا في عدم إيمان نحن كلمنا على عدم الإيمان وتكلمنا على ضعف وقلة الإيمان ماذا أيضا من درجات الإيمان فيه الارتياب في الإيمان اللي هو الشك في الإيمان وطبعا أنت قلتي مثال تومى من شوية هو أشهر أجبر شكك وبطرس كمان شك طبعا كل التلميذ في المرحلة الصعبة دي لكن أكثر ورب قالوا كلكم تكشبكونا فيها لا هذه اللي صحة مزبوط كده فمثلا لو أخذنا فيه مثال يعقوب واحد ستة وده الحقيقة شاهد قوي بيوضح الفكرة دي جدا يعني يعقوب واحد وعدد ستة وعدد سبعة ولكن يطلب بإيمان غير مرتاب البتة غير مرتاب يعني يشكش وغير مرتاب البتة يعني يشكش أبدا لأن المرتاب والحقيقة وضحها وأنا عايز برضو أننا نوضحها زي ما الكتاب وضح لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه عادة كده المرتاب يعني يتخبط كتير اللي مش بيؤمن وبياثق يتخبط كتير يروح يمين ويروح شمال وهنا ما يلاقيش مقر الرجل وهنا ما يلاقيش مقر الرجل فهي رجع تاني يروح وهاكذا فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب فالمرتاب ده مش بيقدر ياخد مش بيقدر يمتلك مش بيقدر يشوف كلمة توديه وكلمة تجيبه شوية مشي على كلمة ربنا وشوية مشي على كلام العالم وأكد الكلام ده في الشاهد بالآية الأخيرة عادة 8 رجل زو رأيين هو متقلقل في جميع طرق شك في الإيمان أو اشتياب أنا حاول أختصر في حاجات تانية طبعا بس أحاول أختصر واخد كمان كم حاجة إيجابيين شوية أمثلة إيجابية زي مثلا قوة الإيمان إيمان قوي إيمان الحقيقة ما نقدرش نقول عنه إلا إيمان قوي فناخد مثال روميا عشرين بتاع إبراهيم عفوا روميا أربعة عشرين روميا أربعة عشرين ولا بعدم إيمان قلنا الشاهد ده ارتاب في وعد الله بقيت الشاهد ده إيه يقول بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله صحيح هي بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لحظة حديثيك الدكتورة وهو بيقول معطيا مجدا لله لما تقوى بالإيمان صحيح إذا كنا نريد أن نعطي المجد لله كمؤمنين نحتاج أن إيماننا يتقوى وأن نتقوى في الإيمان مثلا لما قال لكنكم ستنالون قوة متحل الروح الكدس عليكم وتكونون لي شهودا إمتى نكون شهود لما يبقى عندنا هذا الإيمان الواسق الإيمان القوي لما قوة روح الله تأتي إلينا بالإيمان العميق القوي نقدر أننا نشهد عن هذا الإله العظيم قال إسهروا أثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقوى قوة الإيمان تمام حنستكمل حديثنا عن الإيمان وقوة الإيمان لكن إحنا معنا اتصال معنا بنت الرب من مصر أهلا وسهلا بحضرتك بنت الرب حضرتك معنا على الهوى أهلا وسهلا بحضرتك بنت الرب مزلتي معنا على الهوى حالك سمعيني أهلا بيك أهلا بيك حبيبتي تفضلي بينك وبين خطيبك أهل في المشاكل أنا خطيبه وبيني المشكلة محتاجة صادق إذا ضربتك مال أمين حاضري حبيبتي هنصال لي في نهاية الحلقة حبيبتي هل في عندك سؤال في الحلقة؟ لا أمتدد لا أنا مش ربها ترجزين عشان عندنا حالة وفاقية ربنا يعزيكو حبيبتي ربنا يعزيكو أمين بحسب مشية الرب صح؟ أوليليا بنت الرب أمين بقولك أوليليا بنت الرب أنت فعلا بنت الرب أنت قبلت المسيح مخلص شخصي لحياتك وبديتي حياة التوبة أنا كراحة كنت بطرنه وعلاقتي مع ربنا بس في الفترة دي انت عزتك كده وبعدها عزتك بنا وأقول لك الأمر ده أسقف المشكلة دي فعايزة أقول لك دعاك في الفترة حتى بشوفه في ربنا أنه هو حين المشكلة وأقول لك الأمر ده أسعب عليه طيب إي رأيك يا أحد الأسقف إحنا محتاجين أننا أولا هنصلي لك لكن محتاجين نكون في مشيئة الرب زي ما عزتك تذكورها كده في نفس الوقت كمان الرب في قلبك وفي حياتك يؤكد لما تقبالي المسيح في قلبك وحياتك وتعيشي مع المسيح ده هيأكد خطة الله ومشيئته في حياتك أصلي قبالي الرب في حياتك وقولي الرب أخليك في قلبي وحياتي عايزة أكون بنتك وأعيش معك في اسم يسوع أمين هنصلي في نهاية الحلقة حبيتي أو بعد يعني بعد من الحلقة تنتهي ومصدقين أن الرب يعمل فعلا الصالح بحسب ما شئته وردته الصالحة المرضية كمان مشكوري جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك معنا وأيضا الأخت سيلا من مصر أهلا وسهلا بحضرتك مرحك يا حبيبة قلبي أهلا وسهلا بيك يا حبيبة سعيد الهرون سعيد الهرون فضل العنوان رائع في الأجمال الأسيرة طبعا إحنا عارفين الأجواء اللي احنا بنعيش فيها العالم كله لكن ليس مكتفرة في غزة بس كأن الحرب في غزة بس ما فيش أوكرانيا ما فيش روسيا ما عمينا فإحنا بنسأل أسئلة بيقولوا علينا يعني العلاقة بين اليهود والفليسيليين حضرت الأسيس قال إن سفر الإنساني وأنا بعترف إن سفر الإنساني كله حكم بترى وهو كل الكتاب المكتف كله حكم لأنها أنفات الله الرئيس الصلاة ففي نبت مدري اللي هي الآية اللي بتقول لا تجاوز الجاهل حسب حماقاته لأنها تعديله ألي وبعدها على طول آية جاوز الجاهل حسب حماقاته لأنها يكون حكيماً في علمين الناس فمتى أستعمل هذه الآية الآية دي والسهرة روحية جانبية وربنا يبادك حياة ربنا يبركك يا أغتسيلة أحنا مشكورة جداً لأجل دايماً أنت بتسألي أسئلة فعلاً هامة ومهمة قوي قوي للحياة المسيحية طيب أنا مش عارفة الشاهد أنا بسم اسماتش أنا اسماته بس أنا عايزة أجيب الشاهد عشان خاطر أن يكون بالزبط هي بتقول كتاب مؤدس كله طبعاً حكمة فبتقول أنه هي بتقول أنه في آية هي عايزة تفهم معناها في أمثال 26 لو ينفع نجيبها على الشاشة أمثال 26 بداية من العدد أربع بتقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقاته لألا تعدله أنت وبعدين في العدد الخمس أمثال 26 أربع بالزبط ده تجاوب الجاهل حسب حماقاته لألا تعدله أنت وبعدين في العدد الخمسة العدد اللي بعدين على طول جاوب الجاهل حسب حماقاته لألا يكون حكيماً في عيني نفسه فهي بتسأل أختنا سيلة بتقول أنا جاوب الجاهل أو ما جاوبهوش وإيه أثر دوت طبعاً أنا جاوبت الجاهل أو ما جاوبتوش طيب والآية الأولى لا تجاوب الجاهل حسب حماقاته كلمة لألا تعدله أنت لألا تصير مثله لألا تصير مثله آية الثانية جاوب الجاهل حسب حماقاته لألا يكون حكيماً في عيني نفسه الأولى بتقول لا تجاوبه لألا تصير مثله لا تتمادى في التعامل والتفاعل معه لألا تنساق إلى جهالته ودي مشكلة أنه طبعاً أكتر مشكلة في الجاهل أنه لما تيجي تتكلم معه هو جاهل فبالتالي أنت بتبذل موجود هو أنا بيقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقاته لألا تصير مثله لا تتمادى في تعاملك مع الجاهل لألا تصير آية الثانية جاوب الجاهل حسب حماقاته لألا يكون حكيماً في عيني نفسه فهمه وأنا بقول أو رؤية الشخصية باختصار لألا يرى أنه هو الأعقل هو اللي فهم كل حاجة عشان كده بيقول لا ألا يكون حكيماً في عيني نفسه فجاوبه بحكمة واختصار ولا تتمادى معه في جاهلته يعني ممكن نقول بنجاوب زي ما حالك بتقول بحكمة نطلب أرشاد الروح القدس طبعاً ده مهم قوي لكن برضه باختصار ولو لقينا فيه تفاعل أحياناً كتير حينما يفترض لأدامنا ده جاهل لكن هو مش جاهل أو عايز يفهم أو جاهل لكن منفتح قلب ونهو يفهم فإحنا بنستشف دوت طبعاً بإرشاد الروح القدس أنه الشخص دوت فعلاً عايز يسمع ولا هو اللي في مخه في مخه أحياناً كتير بتبقى مصر على اللي جواها فبنسمع وبنقول لكن نما نلاقي في صدى بنكمل لكن ما فيش صدى خلاص إحنا جوابنا باختصار وهو بعد كده ممكن يفكر وممكن يكون بيتعلم مرة أخرى مشكرك أخصي لأجل فعلاً سؤالك سؤال الجميل حنتكلم عن معنا مكلمة تانية معنا مين الأخ جوناثان من مصر أهلاً بحضرتك أهلاً بيك أخي جوناثان أهلاً بحضرتك يتفضل حيك معنا على الهوى آيوة إزاي؟ أنا بخير إزاي حضرتك أنا سلمت البرنامجة بالصدى في البرنامج الثاني لا سوري الصوت مش واضح معلش حيك ممكن توضح صوتك شوية حضرتك كنت في البرنامج بتقول حراك كنت عايز بتسل بي سوري حراك الكلام حراك هل حراك عندك سؤال عندك طلبة صالة عندك حراك تحب تقولنا إيه بس أنا أشكركم شديد بالحالة ده فأنا أتبني شديد فأنا ده بردو كنت أحاول إليه بكل متصامل من مجلسة فهي أنا موجودة للغاهرة لأجل الأجين لأجل الأجين وكذلك فأنا حبيث حراك من السودان حضرتك حراك من السودان آه عطاً كده يمكن إحنا شوية مش قادرين نفهم اللهجة شوية حراك عايز نصالي لأجل الأسرة صح كده آه أوكي واللجوء آه أوكي واللجوء آه أوكي واللجوء تمام إحنا نصالي لأجل فعلاً اللجوء بتاع حضرتك والأسرة وإنه آه ونصالي كمان لأجل السودان السودان بحتاج صالة جامد قوي هنصالي من أجل السودان آآ آآ طيب أوكي إحنا مشكورة جيدة أخي جوناثان عشان اتصالك بنرحب بيك وبنرحب بكل أهل السودان الحبيب إحنا معنا اتصال أيضاً معنا الأخت مارثة من مصر أهلاً وسهلاً بحضرتك أخت مارثة حضرتك اسمعينا مترفون من فضلك أهلاً بيك حبيبتي إحنا بكل خير إحنا كويسين إزاي حضرتك أهلاً بيك نشكر ربنا ربي بريد كل حالة مميزة بحييك بحيي حضرتك بحيي الأسكو في عاد الهرون ربنا يباركو شكراً يا حي الرب هو الرب يستهل كل مجد ربنا يستهل كل مجد بجد حلقة جميلة جداً عن الإيمان حياة الإيمان تبقى رائعة جداً وبصلي من كل قلبي إن يكون لنا إيمان قائد المئة اللي هو عنده الإيمان واليقين بالرب إن هو لو قال كلمة حتى لو في مكانه هتوصل لو هي فيه سحيح بصلي لكل شخص بيسمعنا بيسمع حضرتك إن يكون لنا الجمال واليقين الكامل في شخص الرب يسوع المسيح الإله اللي يستحق إن إحنا سعلاً حقيقي تحبه من كل قلبنا اللي هو يعني بجد إله رائع جداً فربنا يباركك ويبارك الخلقة ربنا يباركك كمان إن الحلقة تكون مسمرة في اسم الرب يسوع المسيح شكراً لتصالح ربنا يباركك يا ابونا شكراً هل عندك سؤال؟ حبيبتي عندك سؤال؟ الرب يباركك ويستخدمك حلقة مميزة ومسمرة في اسم الرب أمين يا حبيبتي شكراً يا فتمرسة للتصالح إضافة جميلة التعليق اللي أنت قلتيه فعلاً شكراً لك يا حبيبتي إضافة جميلة جداً قالت إنه إيمان قائد الماء رب يسوع طويب إيمانه قال كده لم أرى في اسرائيل إيمان المقدار هذا رائع جداً معنا الأخ إليه من بنسلفانيا أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك شكراً لحضرتك شكراً جداً السوت أنا رأيكم حبيب أعطم السؤال بتاع الوقت فيه أتفضل طبعاً أتفضل عن الآية دي فعلاً بسببكم مشكلة وكنت أطلخ بطريعة أهلاً ما أقول نقول أنه أنه الآية الأولى بحضرتك كمان روح تفضل أنه لا تجاوز الجانب لأنك تكون معادل لي أنك تساوي لي طبعاً مفزاياً صحيح أحداش مثل بعض الناس تستفز لنا لكن بعضنا سلسة نتعلماتنا بنجد من الحكم ورحبت بدينا القدرة من أصبح وعندنا تصف وعندنا طول أكثر فنقدر جميع مجاوزش كل واحد بسلوغه لم أتعلمني أنني أتسلع أصبحت لنا لكنني أمسكت من سلوط المواحد بعد أن كانت السلوط بيستخدمي فأنا أتسلع بيستخدمي وقامت بيستخدم والناس السلوط ولكن أفعلها بيستخدم لكن أخيانا في القيام التامية وقامت بالجاكس وقامت بيستخدم وقامت بيستخدم صحيح صحيح نحن مشكرك جدا يا أخي إلي لأجل فعلا توضيحك لأنه فعلا مهم قوي أنه نكون فعلا بنتكلم كتاب يقول لنا كده مستعدين لنباوة كل من يسألكم عن السبب الرجاء الذي فيكم بودع وخوف خوف ومش أن أنا خايف منه لكن هو بالإنجليزي ريسباكت يعني احترام باحترم عقليته باحترم أنه يمكن ما عندهش من العلمات الكافية فبكلمه بسلوب كويس لكن طبعا زي ما حقا كنت قلت برضو أحيانا مهم أن أنا أكون لو أنا شايف حاجة مش مزبوطة فعلا أنا أكون بوابخ هل حركة عندك تعليق حد الأسقف؟ أعتقد أنه قلنا الفكرة كاملة تنوش أمنا مشكرك يا أخي إليه لأجل اتصالك شكرا يا أخي إليه بنستكمل حديثنا عن الارتداد في الإيمان وحلقتنا النهاردة عنوانها فعلا منتي مسوس الأولى الصح الرابع والعدد الأول لكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قومنا عن الإيمان هل إحنا فعلا في الأزمنة الأخيرة ولا في الأيام الأخيرة؟ وهل فعلا مفيدت داد عن الإيمان؟ والحقيقة يعني طبعا هذا الموضوع مهم جدا وكمان حساس لازم أننا ناخد بالنا ونفهم النصوص الكتابية فيه طبعا لما نقول في الأزمنة الأخيرة تعبير الأزمنة الأخيرة في وروده في النص الكتابي هنا هو مش المقصود بالوقت الأخير يعني مش في الأيام الأخيرة زي ما كتاب يقول في عمال 2-17 فيه تعبير اسمه الأزمنة الأخيرة وفيه تعبير تاني اسمه الأيام الأخيرة صحيح وفيه تعبير تاني اسمه أواخر الأيام أواخر الأيام واليوم الأخير طبعا ده غير ده غير ده الأزمنة الأخيرة أجمع على أنها من وقت الرسل إلى الآن نحن الأزمانة الأخيرة لكن الأيام الأخيرة هي محدودة أكثر الأزمانة الأخيرة متسعة طبعا الأيام الأخيرة هي محدودة أكثر نحن نرى طبعا أنه كل شوية بيحصل ما هو أكثر ودي المشكلة ودي الأزمة أنه كل ما بالأيام بتبر بينا وبتعدي بينا بنشوف اللي ما شوفناهوش يعني بنشوف التراجع وبنشوف العالم بكل ما فيه بنشوف بتزداد أمور العالم بؤسا ويأسا وفي أمور بتيجي على الكنيسة هذا مقدرها وهذا عددها هو أنه بيكلم على مؤمنين ولا خطوة يعني خلينا نشوف الكتاب بيقول إيه ونشوفه لو ينفع نقرأ البارغراف نقرأ الجزء نفسه ويقول طبعا أنا أقرأ حضرتك في تيموساوس الأولى صحاح الرابع بداية من العدد الأول ولكن نروح يقول صريحا أنه في الأزمانة الأخيرة يرتد قومنا عن الإيمان تبعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كافبة موسومة دمائرهم أيضا بيستكمل بيقول منعين عن الزواج وأمرين أن يمتنى عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق لأن كل خلقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذه مع الشكر النوات بيتكلم على ارتداد خلينا أتكلم في الارتداد إيه هو الارتداد خليني أول بس أقول لما بيقول في الأزمانة الأخيرة هنا أو بدأ الحديث بآية الحقيقة قوية جدا مهمة بيقول ولكن الروح يقول صريحا مين اللي بيقول ده الروح الكدس يعني معلش هنا لا بولس هو اللي بيقول ده ده من الآيات التي فيها يتحدث عن قول صريح للروح الكدس مرات الله يتكلم بطرق كثيرة جدا في الكتاب فمرات بولس يقول أنا بقول كده ومرات يقول الروح يقول فهو هنا بيقول ولكن الروح ده الروح الكدس هو اللي بيقول بعدين كمان بيقول كلمة صريحا فاللي بيقول للروح الكدس وقوله قولا صريحا يعني ده مفهاش كلام انه الروح الكدس هو الذي يقول ويتحدث بطريقة صريحة إذن الكلام اللي جاي كله كلام مهم جدا لأن الروح الكدس هو اللي بطريقة صريحة جدا ونص خطير جدا هذا النص الكتابي بعدين بيقول يرتد قوم عن الإيمان طب مؤمنين ومش مؤمنين ما هو بينة واضحة من كلمة الله اللي بيرتد بيرتد عن إيه؟ عن الإيمان وإن لم يكن هناك إيمان فعن ماذا يرتد؟ صحيح حلوة ورائعة إذن نواب بيتكلم على ارتداد ندر نعرف الارتداد نقول إيه هو الارتداد لأنه كلمة كبيرة قوي قوي وضخمة ومعنى كبيرة طبعا ندر نقول إيه عن الارتداد الارتداد الحقيقة لما نيجي نتكلم عنه زي ما قلنا من لحظات الارتداد عن شيء هو كان في شيء وتركه فلا يمكن نقول ارتداد إلا إذا كان ماشي في حاجة أو في سكة ورجع عنها وتم الرجوع عنها فالارتداد هو الرجوع عن الإيمان أو خطوات الإيمان اللي مفروض أنها تكون سبتة أو الارتداد عن تعاليم المسيح وتعاليم الكتاب لأن هنا كمان بيتكلم عن أنه رجعوا من تعاليم كلمة الله إلى تعاليم أخرى هي تعاليم شياطين فيرتد قوم عن الإيمان ويظهر من العبارة دي دكتوراليديا أنه الناس دول زي ما قلنا هماش مجرد ناس عاديين لا ده عن الإيمان فهم مؤمنين واختبروا نعمة الله وتركوا هذا الإيمان وارتدوا عنه ليذهبوا إلى طريق أخرى وسكة أو يمكن كتاب وادا سألنا أما البرفة بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسي وأيضا في أشعية واحد أربعة بيقول تركوا الرب استهانوا بقدوس إسرائيل ارتدوا إلى الوراء زي ما حضر الأسقف كان بيقول أنه في رجوع للوراء بعد ما كنت ماشي مع الرب أنا برجع عن اللي أنا مشيت فيه وبعمل أمور هو تخلى عن شيء وتمسك بشيء آخر فهو تخلى عن إيمانه الحقيقي بالمسيح وبتعاليمه وبكلمته واتجه لاتجاه التالي خالص هنا مش الشيطان اللي جاء أعلمه يعني لكن الشيطان له أتباع هم معلمين كذبة ومعلمين علموا حاجة غير تعاليم الكتاب المقدس فهما والتعاليم دي زي ما بيقول هنا جاءت فيه أقوال كاذبة وفي رياء وموثومة ضمائرهم يعني لما بنلاحظ حتى كلمة موثومة ضمائرهم دكتور الليديا معناها أنه ختم على ضمائرهم مش يعني يعني بتعدوا عن ختم الروح الكدس وختم على ضمائرهم بختم آخر فصارت موثومة أي مختومة ضمائرهم باتجاه آخر بعيد عن الإيران إيه الأرواح المضلة إيه أنواع الأرواح المضلة اللي ممكن تكون بالضل واحد مؤمن ومؤمن حقيقي وتخليه بعيد عن ذا زي إيه مثلا أنواح أرواح المضلة أو تعليم الشيطان مؤكد الأرواح المضلة في هذه الأيام كثيرة جدا يعني النهاردة لما نقول مثلا يعني يعني هنا ذكر تعبير مانعين عن الزواج وطبعا الفكرة مختلفة عن اللي أنا هقولها دلوقتي في وقتها لكن دلوقتي مثلا لما يجي نبص على الناس ونقول مش فارق معهم الزواج المقدس واللي فارق معهم كل اتنين يعيشوا مع بعض ويعملوا علاقة ويخلفوا أولاد وكده بدون ارتباط أو زواج مقدس تعليم مضلة صحيح لما نقول الإبتعاد عن التعليم الكتابي من كلمة الله والاتجاه إلى تعليم آخر يأخذ الناس في حتة تانية بعيدة عن تعليم الكتابة تعليم مضلة فكل ما هو بعيدا عن كلمة الله وروح الكتاب المقدس هو تعليم مضلة بالتأكيد طيب هل في أنواع للارتداد هل كل اللي بيرتد وبيبعد عن المسيح خلاص خلصت الرحل يعني نهايته نهايته نهاية أبدية المؤلمة ولا في أنواع للارتداد يعني هل كله طريق اللي بتروح ما بيجيش تاني لا طبعا إحنا على فكرة إحنا تملي تملي بننادي للناس بالإيمان والخلاص الإيمان والخلاص أؤمن لكي تخلص اقبل المسيح عشان مالك حياة أبدية ونحن ضد أن أننا نقول أن المؤمن مثلا يصل إلى مراحل في الارتداد بتاعه فتضيح حياته الأبدية إلا إذا بقي في ارتداده بقي في ارتداده إلى أن أنقر حتى عمل الروح الكدس لأننا ميجي نفكر هو مين اللي بيخلي الإنسان يؤمن لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح الكدس فالروح الكدس هو اللي بيحرك الإنسان إلى أن يقبل المسيح فإن أنقرت الروح الكدس الذي هو أصلا جابني للمسيح أنا انتهى إيماني أنا بس مش عايز أسبق الأحداث الحقيقة نفسي بس علشان المشاهد الكريم يعني أنا عارف طبعا الوقت مش بيسعفنا بس علشان المشاهد الكريم يفهم الفكرة في مسألة الارتداد وإحنا بنتكلم عن مسألة الارتداد يعني أنه فيه أنواع كتير من أو فيه آيات أو شواهد كثيرة بتتكلم عن مسألة الارتداد حالك بتتكلم وحالك بتتكلم حاسيته أنه فيه أحيانا ممكن ارتداد يبقى إلاحين يعني مش طول الوقت خلاص هو رايح في السكة دي يعني هل ممكن فعلا بيبقى أحيانا إلاحين وأحيانا بيبقى دائعين من هذا الرب وابتدأ شعر رأسه ينبت ورجع إلى الرب فكان ارتد عن العلاقة مع الله ثم رجع مرة أخرى للعلاقة مع الله داود في وقت من الأوقات فيها الخطيئة وبقي فيها لمدة تقريبا ثلاث سنوات ثم رجع مرة أخرى للعلاقة مع الله لكن هناك أشخاص كان ارتدادهم ارتداد دائم وضعت حياتهم خلينا قبل ما نروح للأرتداد الدائم داود أحيانا الناس بتقول أما تقع في خطيئة وناس مؤمنين بيقولوا الصديق يسقط سبع مرات يعني هو نحسن من الصديق الصديق بيسقط سبع مرات هل دا معناه أنه أنا ممكن أستهيم بالوقت وأقول آه إن مشكلة سبع مرات إذا كان الصديق كذا أنا أعملي لأنه فيه ناس كثيرة بتستخدم العبارة دي دا الفارق ما بين اللي إحنا مع عشان كده حتى بالنادي بنقول أيها طبعا الصديق يسقط سبع مرات بس أل ويقوم آه ويقوم ويقوم دي وسبعة دي مش معناها سبعة بالعدد سبعة دا عدد الكمال فيسقط سبع مرات ويقوم أوكي ماشي لكن إذا سقط أحدهم وبقي في سقوته ولم يريد أن يقوم دي مشكلة وأزمة طبعا 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 يعني إذا المهمة أوي أوي لاتش ماتي بيعد واتي إذا سقطت أقوم ما ما فضلتش طول الوقت في الخطيئة طبعا إحنا معنا نتصال معينا الأقياسين من مصر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرين وعلى البيان وعلى أهلا بحضرة. أنا مش عارفة عن حضرتك هل حضرتك يعني ايه حضرتك بتؤمن بايه الأول بماذا تؤمن؟ أنا أتكلم عنه؟ نعم أؤمن بالمسيح تؤمن بالمسيح رائع جدا طيب هل حالك حضرت أسخف تقدر؟ طيب أهلا وسهلا أنا باسمعك طيب فين السؤال؟ ليه بتقول أن أنت ارتديه؟ سؤال عليها سؤال اتفضل نعم سمين؟ اتفضل أنا سمع حضرتك تفضل أنت قلت كده سؤالك علشان نقدر نجاوب؟ حضرتك قلت كده؟ أنا أؤمن بالمسيح أنا أعرف المسيح أمين أنا أعرف المسيح حالك عايزة تعرف المسيح؟ رائع جدا انت عارف المسيح؟ طيب حال وخالص بتؤمن من المسيح رب ومخلص؟ أعرف المسيح طيب خالص حضرتك أسخف تقدر حضرتك أنا أشكرك للاتصالك وبشكرك لإيمانك بالمسيح الإيمان بالمسيح هو أن أقبل المسيح في قلبي كمخلص شخصي لحياتي وده احنا بنقول عليه هو ده الإيمان الحقيقي أنت كنت بتسأل هل أنا ارتديت؟ أنت كده قبلت المسيح أنت كده قبلت السماء أنت كده بقيت شخص مختلف لأنك قبلت المسيح المخلص وصار لك مكان في السماء حينما نقبل المسيح في قلبنا لما بتقبل المسيح في قلبك المسيح بيكتب اسمك في سفر الحياة في السماء ويقول لك مكان في السماء ثق أن لك مكان في السماء حينما قبلت المسيح يسوع وما تقلقش وكمل بالإيمان الرب يحفظك ويبركك نشكرك جدا يا أخي يسين لأجل اتصالك ولو عندك أي سؤال نحن بنرحب بيك ونرحب بكل أسئلتك الرب يبركك طيب في أرمية أرمية النبي النبي الباكي المشهور أوي في أرمية تمانية والعدد أربعة بيقول هل يسقطون ولا يقومون أو يرتد أحد ولا يرجع ده سؤالين يعني هل ممكن فعلا شخصا ما يسقط يقدر يقوم ولو يرتد يقدر يرجع خلينا سأسمحك أخذ بعض آيات وشواهد تخص موضوع الارتداد في الكتاب في أماكن مختلفة يمكن توضح لنا الفكرة أكتر شوية لأنه في تحذيرات كتابية وهذه التحذيرات الكتابية لما بنبص عليها أكيد بنعرف وبنفهم علشان برضو أحبان المشاهدين فمثلا في عبرانيين أصحى 3 عدد 12 انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي صحيح يبقى هنا بيقول إيه خلوا بالكوا واحترزوا لألا يكون في حد فستيكوا عنده قلب شرير أو دخله قلب شرير فيرتد عن الله الحي يبقى هنا كان في إيمان وفي علاقة مع الله فيقول له خلي بالك وعدين في آخر الجزء ده يقول له لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة سابتة للنهاية يبقى لازم نتمسك عشر عدم الارتداد أن نتمسك بالمسيح ببداءة الثقة أي ما بدأناه من إيمان وثق يبقى معنا إلى النهاية بنفس هذه الثقة كتب يقول لتطرحوا ثقاتكم التي لها مجزاة عظيمة هذه الثقة الإيمان يعني الثقة هي الإيمان بالزبط حاجة تانية عبرانيين أربع فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحتي يرى أحد منكم أنه قد خاب منه ممكن يبان أو يظهر يعني يظهر شخص أنه قد خاب منه يعني تراجع عن العلاقة مع الله صحيح مثلا بطرس التانية ثلاثة سبعتاشر ودي آية مهمة جدا فأنتم أيها الأحباء وطبعا بيكلم الأحباء يعني مؤمنين طبعا بطرس التانية للمؤمنين إذ قد سبقتم فعرفتم يبقى دول سبقوا فعرفوا المسيح احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء يعني خلوا بالكم لألا تنقادوا بضلال الأردياء فتسكتوا من ثباتكم يبقى هنا في سقوط من السبات وارد الصديق يسكت سبع مرات لكنه إيه يقوم إذا سقط أحدهم وفضل ما أمش ودي أزمة أو دي مشكلة عشان كده يقول ولكن إنموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح طيب حاجة تانية مثلا في بطر ستانية واحد عشرة لذلك بالأكثر اكتهدوا أيها الإخوة كما بيكلم مؤمنين هم صحيح اكتهدوا أيها الإخوة اكتبوا ابلوا المسيح وصاروا إخوة مع المؤمنين أن تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين ليه بقى؟ لأنه ممكن يحصل لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا وفي عبرانيين 6 الآية المشهورة لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس أيها من الآيات 6 أربعة إلى ثمانية عبرانيين 6 عدد أربعة متفضل وذاقوا كلمة الله الصالح وقوات الدهر الآتي وصاقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا دي آية بقى ما عليش قوية جدا صعبة جدا آه جدا يعني إيه لا يمكن يعني معناها أنه باب التوبة أفل قدامهم ما فيش فايدة ولا نامل إيه أي إمتى آه إمتى أوه برضو علشان بس أحبائنا المشاهدين يدلون فضل أنا دي آية قوية جدا من دمنا الآيات مرات كتير إحنا نفكر إنه جلال واحد يقع كده يبقى ارتد وضع لا هي مش كده إحنا مش نستهين بالموضوع لكن الارتداد في معنى الحقيقي اللي بيوصل إلى هذه الحالة المؤمن الذي سار في طريق آخر بتعادا عن الرب وبعدين لم يقبل لا التحذير ولا التأديد ولا الروح الكدس اللي بينخسه كل شوية وبيقوله وصل إلى مرحلة من المراحل فيها حتى أنكر الروح الكدس ما قلتني شوية اللي بيقوله فوق قوم ارجع كفاية قوم من سقطاتك وخليك شخص مؤمن حقيقي في حالة إنه وصل لمرحلة أنكر فيها ده ده هو هنا بيقوله استنار مرة ذاق الموهبة الصالحة صار شريك الروح الكدس ذاق كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وبعدين ترك كله ده وسقط أزمة كبيرة جدا طبعا وينبغي إنه يراجع نفسه وعلى فكرة ممكن يقدم توبة ويعود ويرجع لكن إن لم يقدم توبة وبقي في هذا الطريق طبعا تضيح حياته ده أزمة المشكلة صحيح وده اللي كنت هسأل حرك فيه نتائج الارتداد وأسباب وإيه أسباب الارتداد اللي ممكن يكون بيخلي واحد مؤمن معلش عشان قطر يعني على عجالة اللي يخلي واحد مؤمن زي ما حالك بتقول ومؤمن حقيقي يكون بيرتده ببعد عن الرب إيه اللي ممكن يكون بي الأمر بيبدأ ببساطة ويتعمق فيما بعد يعني مثلا إهمال العلاقة والشركة مع الله واحد يعني أهمل الشركة مع الله أهمل الخلوة الشخصية أهمل قراءة الكلمة المقدسة أهمل وسائل النعمة الصلاة والتضرع والكلمة ثم تهاون مع الخطيئة فصار يفعل هذا وبعدين بعد ده كله امتدت الأمور إلى حياته في أنه قرر أن يسير في هذا الطريق ويكمل في الطريق دي وزي ما قلت التحذيرات مش مرجعا والتأديب مش مرجعا الطبيعي يعني أحيانا فعلا زي ما حاجة بتقول فعلا يعني بتبقى فيه سعالة صغيرة بتبتدي القطية بحاجة صغيرة عميل الخطية بحاجة صغيرة قطية صغيرة أحيانا بتفطر الكتاب يقول بسبب كثرة الاسم تفطر محبة الكاثرين أحيانا أحيانا برضو في تهاون يعني مش مشكلة مش لازم كل يوم أصلي مش لازم كل يوم أقرأ مش لازم كل يوم يعني أروح الكنيسة أو كل أزوارها كنيسة بنستهوم بالأمور المهمة أوي في كتاب مؤدس بصغر النفس الزات الزات كمان الزات والاكتفاء أنا كده أنا أحسن من غير كثير طبعا يعني أنا كده حلوة طيب إذن دي أسباب زي ما حاكت قول دينا من فضلك يعني لو مثل واحد عن الوقت خلاص مثل واحد لشخص ارتد فعلا وبعد عن الإيمان كتاب زكرة طبعا في أمثلة لكن طبعا زي ما حدثك قلت على شهن الوقت يعني هاخد بس شخص معروف أو بيتكلم عنه اسمه ديماس ديماس واحد من الناس اللي عاشوا مع رب وعاشوا في الخدمة كمان صحيح يعني ديماس مثلا لما يتكلم عنه في كولوسي 4-14 قال يسلم عليكم لوء الطبيب الحبيب وديماس وحطوا كده مع لوء الطبيب اللي كان بيخدم مع بولس الرسول في فيليمون رسالة فيليمون قال بي برضو بيسلم عليكم مرقص وارسترخص وديماس ولوقة العاملون معي يعني كانوا شغالين بيخدموا مع بولس لو نلاحظ أن رسالة فيليمون كتبت تقريبا سنة 60 ميلادية رسالة كولوسي كتبت تقريبا 62 ميلادية لكن يجي في رسالة تيموساوس الثانية ودي كتبت سنة 67 ودي آخر رسالة كتبها بولس الرسول لأن البعض بيقول أنه كان بيخدم وبيقول الآيات دي لكن في آخر رسالة كتبها بولس الرسول يقول عن ديماس لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إياد سلميك أحب العالم الحاضر دي كانت مشكلة كبيرة لأن الكتاب بيقول لا تحب العالم والأشياء التي في العالم وبيشرح إيه العالم وإيه محبة العالم ولم يذكر عن ديماس فيما بعد صحيح وتاه ديماس الكتاب بيقول عن الرب أنا أشفي ارتدادهم فيه هو شع 14-4 إعلاج الارتداد إزاي هو دور ربنا ولا دوري أنا يعني أنا أشفي ارتدادهم معنى أنه هو ربنا اللي بيشفي طبعا طبعا ولا دوري أنا لو أنا أرتديت الأمر مرتبط بالاتنين الدور الأكبر والأعظم هو دور إلهي الله دائما ما يكون هو العامل الأكبر والدور الأعظم وهو اللي بيعمل لكن إن لم أقبل الدور الإلهي صحيح فدور الإنسان عشان كي احنا بنقول تمالي أنه الإنسان عليه دوش فإذا كان الله بيعمل الدور الأكبر وعايز يرجعني ويتوبني أنا كمان علي الدور الأقل اللي هو قبول التوبة فزي ما قبلت المسيح في البداية أنا محتاج أقبل وأقدم توبة وأقبل أن ربنا بيدور علي وعايز يرجعني وعايز يجبني فأتجاوب أتجاوب وتقديم التوبة الحقيقية صحيح حينما أتجاوب وأقدم توبة حقيقية أرجع أدي مساحة للروح القدس وأقبل أن الروح القدس يتفاعل معي بدون تفاعل العمل للروح القدس في قلبي ما حدش هيقدر يعمل حاجة أو يرجع أو يتوب تمام طيب إذن قام قبلتم المسيح أسلوك فيه طيب في أية بتقول إن كان ليه كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليست ليه محبة فلاستو شيئا هنا هو تعايزين نعرف يعني يقصد ما الإيمان ده حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا ليه بيحط المحبة جنبها يعني بيلغي الإيمان لكن يقول المحبة لو أنا ما عنديش محبة يبقى خلاص ما عنديش إيمان طبعا يعني في كلمة بالزبط وده ده إصحح المحبة كوريسورة 13 وكأنه بيقول لنا إنه الإيمان بدون محبة لا شيء وده طبيعي زي ما قال الإيمان بدون أعمال ميت فالأعمال تؤكد على أن هذا الشخص معه وفيه ملك المحبة ورئيس السلام يسوع المسيح تمام آخر سؤال الكتاب يقول لنا جربوا أنفسكم داوت في كورونسوس كولوس سوري كورونسوس الثانية 13 خمسة جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم إزاي أمتحن نفسي وأتأكدني إيماني حقيقي وأنا في الإيمان فعلان المؤمن الحقيقي هو ملك للمسيح وليس لنفسه المؤمن الحقيقي هو ملك المسيح وليس العالم المؤمن الحقيقي يعيش وكأنه في السماء مش هنا على الأرض المؤمن الحقيقي حين أن ننتحن نفسه يلاقي قلبه على السماء والأمور السماوية وما هو فوق مش ما هو على الأرض المؤمن الحقيقي اختباره بيبقى واضح وبيبقى معلن فيعيش وكأنه يعيش في السماء لنسيرتنا نحن هي في السماويات في المسيح شكرا جدا حضر الأسيس احنا كمان هنصلي لأجل الأخ عزيز علي بيقول صلو من أجل أسرتي لكاتاقلوس كما افتقادا يا رب أمين في اسم المسيح هنصلي فعلا لكل الطلبات الصلاة اللي جات لنا يعني الرب اللي بيحفظنا بتقول الأخت سوزي أمين ربنا يبركك شكرا جدا في نهاية الحلقة حضر الأسقف لأجل فعلا موضوع هام جدا فعلا نحن نمتح نفسنا هل نحن في الإيمان قبله رب يحفظنا وفعلا في الإيمان غير عاثرين في اسم المسيح بشكر حضرك جدا وبشكر فعلا وقت حضرتك الثامين اللي ديتهولنا ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك فعلا عمل إيديك وأسرتك شكرا شكرا ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويبارك كناة الكرم الجميلة ربنا يستخدمك دايما لمجد ويبارك أحبائنا المستمعين مشاهدين أمين في اسم المسيح مشكرا جدا عزيزي المشاهدين بيوصينا كتاب في عبرانين عشرة بيقول لا تطرحوا ثقاتكم التي لها مجاباة عظيمة لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتوا مشيئة الله تنالونا الموعد لأنه بعد قليل جدا بعد قليل جدا سيأتي الآتي أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسي أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لقتناء النفس شكرا لحسن من تبعاتكم وشاركاتكم إلى القاء في حلقات قادمة من برنامج كرم المباشر والرب معكم شكرا لحسن من تبعاتكم شكرا لحسن منبعاب القرم شهادة ونور بتنوت طول اليوم بتزيع بشرة وسرور وفي قطرة كل هموم ومدام احنا الأخذار سكتين في القرم يسوع بشهادة لكل الناس في النور للجموع القرم شهادة القرم شهادة يلا بعدي باوية نتشارك المسئولية ننخلي رسال في القرم وصل كل البشرية